طيب في رأيك يا شو أسوأ منتخب أو مش أسوأ منتخب إيه المنتخب اللي خزلك في البطولة دي ما توقعتش أداوي بالمنظر ده كذا كذا منتخب كان كنت حط أمل على سربيا الناتب أحسان اسود ما اتفاجئت بسربيا جدا الدنمارك اتفاجئت بيها بشكل رهيب سيمي فاينال يورو فأنت حطت عليها أمال ومعدين كمان في التصفيات بشكل قوي جدا فكنت قيل برضو كنت مرشح الدنمارك إنهم ما يعدوا على الأقل ما عدوش وبلجيكا انتهاء جيل بلجيكا ده من هو كمان يخرج من المجموعات يعني كنت هتفهم إن بلجيكا ممكن ما تخدش كاس العالم عادي خلص اللعبة وصلت لسن كبير قوي بس كان مفاجأة إنهم يخرجوا من دور المجموعات يعني أنا كنت متخيل إنهم هيعدوا هم والمغرب يعني كنت بالعكس كنت متخيل إنهم إضاروا ويتعيبوا كرواتيا مثلا بسبب معدل الأعمار والكلام ده كله لأن نفس الكيس تقريباً تتكلم في معدل الأعمار عليك فكان بلجيكا والدنمارك وسربيا دول اللي فاجئوني مفاجأات سيئة بالنسبالك يا جيمي فريق خزلك أو منتخب خزلك في البورد فريق خزالني هو المنتخب الأسباني مش أسوأ منتخب لكنه فريق خزالني كنت منتظر من المجموع دي أفضل من كلب كتير ونروح أبعد من كلب كتير لكن رضاهم بأنهم يروحوا يقابل المنتخب المغربي ظننا إن الباثوي ده أسهل أعصف يوم أسوأ منتخب بالنسبالي غير المفاجأات بتاعت سيربا والدنمارك منتخب الألماني منتخب الألماني أن يخرج بالشكل ده من المجموعة حتى مع أنه منتخب بغير جلد لأنه كان عنده أسماء 6-7 أسماء كبار فالله أنا بالأساسي طبعاً منتخب الأسماني واحد من الأسوأ منتخبات البطولة كنت في الموضوع الألماني ده كنت بسنقل ألماني يعني مش الأسوأ يعني ما حطوش في الأسوأ لو أحط في الأسوأ حط الدنمارك الأسوأ مقارنة بالريفرنس بالألماني أنا برضو الدنمارك بالنسبالي كان موضوع غريب جداً أنه أخير مجموعة في مجموعة ويطلع يعني كان يقدر يعدي أستراليا عادي يعني وحتى تعب جداً قدام تونس والمنتخب التونسي ظهر بشكل كويس جداً بس كان بالنسبالي الدنمارك دي مفاجأة رهي يعني مش مفهومة نفسي أسألك أشياء خايف من إجابتك أو شيء أعمل أفكر وأقول أسأله ولا مسألهوش أيو